اشتركوا في القناة 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 ستكتب الوضع من المنطقة والتعليقات 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 المنطقة في المنطقة هنا هم يقولت أن أخصائيين تغذية أخصائيين تغذية مثلا يجون يعطون الشخص مثلا نظام غذائي معين طبعا نظام غذائي معين هذا يعتمد على المجتمع اللي هو فيه مثلا لو هو من انديا يعني من الهند لو هو من الهند فيه أكلات معينة فيه أشياء معينة هو يحبها منتشرة فيه مجتمعه فلو أنا جيت تعطيتها من الأشياء اللي منتشرة عندنا في الخليج هل تتوقع أنها حيتقبلها لا فأنا أحاول أسألها نظام غذائي يعني يناسبه ويكون هو يحبه يعني ما يكون يعني ما يحبه ويكون مناسب للمجتمع اللي هو يعيش فيه طيب عندنا عندنا على هالأسعات راح نقيم نشوف الكميونيتي أسسمنت الكميونيتي أسسمنت نشوف مثلا اللي هو تقييم المجتمع نشوف مثلا المجتمع هذا يعاني من مشكلة النخص الزايد فمثلا عندنا بعض مناطق أو الدول اللي موجودة في أفريقيا تعاني من مجاعة فصير عندها تعاني من مجاعة أو أو مثلا في مناطق يكون عندهم حروب فيصير عندهم نحافة زادة يعني ما يتوفر عندهم كل أنواع الأكل توفر عندهم بعض أنواع الأكل فإحنا على هذه الأساس نحاول نسوي لهم نظام غذائي يصير الأشياء الموجودة في دولتهم أو المكان اللي هم يعيشون فيه متوفرة ما نجي نقول لهم مثلا ما نجي نقول لهم لازم تاكنون لحم بقر وهم منطقتهم مثلا ما يبيعوا لحم بقر لا ما ينفع فإحنا لازم نراعي المجتمع اللي هو يعيش فيه الفرد ونقيمه على هل أساس نشوف إيش اللي نعسبه هم نشوف الـ اللي هو نفس ما احنا قلنا من قبل حق تحليل الزواج أنه يشوفون هل هو مطابق أو لا عشان يعني ما يصيب الـ الأطفال الـ هم نشوف الـ اللي هو ضمان الصحي عندنا نيوتريشنز أسسسمنت سيستم سيستم هو رح يكون عبارة عن السيرفيس اللي هو دراسات الاستقصائية السيرفلينس مراقبة سكرينينج انترينشنز كلينيكال أسسسمنت نيوتريشنز كير بروسس منيجي نشرحها واحد وواحد عندنا السيرفيس كروس سكشن كروس سكشن نحن بناخذ مجموعة من المجتمع ومثلا مجموعة من المجتمع ورح أعممها على الكل لأن انا ما أقدر أخذ مجموعة كبيرة من الناس لا أنا باخذ مجموعة معينة وأعممها على الكل بس أحاول أن المجموعة اللي أنا أخذها أحاول أنها تكون كبنية كبيرة هذا واحد اثنين أن المجموعة أحاول أخذها بشكل عشوائي عشان يعني يصير دراستي مرة قوية هم رح أسوي استفلش باسلاين داتا رح أجمع البيانات حقتهم وبعدها رح أحدد إذا يعني أغلب اللي أنا المجموعة اللي أنا عندي هل هي تعاني من مشكلة غذائية أولى وبعدها يعني عشان أقدر أعالجها يعني أحدد الأفراد اللي في المجتمع اللي كنون معرضين للخطر يعني كيف معرضين للخطر مثلاً نفترض عندنا شخص رجل مثلاً حامل للمرض ومرأة مصابة بالمرض طيب ممكن يجبون طفل ممكن يجبون طفل مصاب يعني يعني فيه احتمال إنهم يجبون طفل يعني مصاب تمام فهذا الطفل معرض لخطر فأنا أحاول أني أهتم بصحته أهتم أحاول أني أحميه من أنه يعني يدخل في المرض مرض طبعاً أهم شيء في السيرفيس أهم خطوة هي أني أحدد الأسباب أشوف الشي السبب اللي خلاني أصيب بها المرض أهم رح أسوي تدخلات التغذوية طيب أنا هنا لما أنا أدخل تدخلاتي التغذوية رح أقيم أقيم الموضوع قبل ما إني أبدأ أدخل الأشياء اللي أنا بسويها للفرد وبعد ما إني دخلت المساعدات التغذوية أجي أقيم يعني هل في فرق ولا لا هل استفدنا ولا نجي نجرب شي ثاني طيب نجي عند اللي بعد يقوله اللي هو المراقبة رح أرجي أسوي كونتينوث لمراقبة الشخص لمراقبة الشخص ثاني حاجة رح أسوي يعني أنا هنا رح أجي أحدد شن هو النتيجة يعني مثلاً شخص يكثر مثلاً شخص يكثر من دهون من ذي الأشياء وصار عنده سمنة هذا النتيجة أنه صار عنده سمنة طيب إيش السبب الرئيسي أنه أساساً مثلاً النتائج هم أنا أستخدمها لإستخدام يعني أنا قبل ما أبدأ طبعاً أنا لازم أسوي دراسة معينة لحالة الشخص في هالدراسة اللي أنا أسويها أجي أحدد إيش النتائج إيش الأسباب إيش الخطط اللي ممكن أسويها للفرد وما إلى ذلك وبعد ما أنا سويت هالأشياء التدخلات والخطط اللي أنا كتبتها هل أنا تطبقت معي بشكل سليم أو لا فأنا بعدها رح أقيم الموضوع عندنا هذه هذه عبارة عن مكان حق تخزين المعلومات المعلومات الطبية يعني يشوفون المعلومات ترجعين لي يعني كده معلومات حق معلومات الصحية ترجعين له كمرجع يعني فهمتوا عشان تتأكدين من بياناتك هنا هذي البيداتيك سيفلين سيستم هذا نظام غذائي هذا يعني نظام نشوف 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 الطفل نفسها أو الأم أو الرضيع نشوفهم نشوف حالتهم الصحية هل هما الرقد ولا لا نشوف حق هنا عندنا نوتريشن سكريننغ نوتريشن سكريننغ اللي هو الفحص التغذوي هو هوا إيش الهدف منه لشان نسوي اندفينت بابوليشن اتفاوريشن 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 طبعا احنا لي حطينا هالتدخلات علشان نحسن من حالتهم التغذوية طبعا احنا عندنا استكريننغ يعتبر استكريننغ أقل أقل شمولية للمجتمع ليه؟ لأن استكريننغ أنا في استكريننغ رح أخذ بس مجموعة صغيرة ما رح أخذ مجموعة كبيرة ما أقدر أسوي فحص لكل اللي في المجتمع لأنا بأخذ مجموعة صغيرة وسوي لها فحص فهو يعني أقل شمولية للمجتمع بينما عندنا السيرفايس والسيرفلينس يعتبرون أكثر شمولية للمجتمع عندنا اللي بعده اللي هو التدخلات التغذوية نجي عند التدخلات التغذوية أول واحد اللي هو السبلمنتيشن السبلمنتيشن المكملات يعني مثلا مثلا أنا عندي شخص مثلا عمره عشرين سنة هذا الشخص اللي عمره عشرين سنة يعاني من نقص في فيتامين دي طيب ونقصة كان مرة كثير فأنا أجي أحدد جرعة معينة مثلا أقول لا أنت تحتاج خمسين ألف مثلا خمسين ألف تاخذها في مرة في الأسبوع لمدة ثلاثة شهور علشان يصير تغذيتك مرة كويسة ويعني يتعدى للنقص طيب طيب نجي عند اللي بعده اللي هو الفورتيفكشن الفورتيفكشن هو نوع من أنواع التدخلات الثغذوية هو أني رح أجيهم أعطي الشخص اللي عنده نقص في النيوترينت أعطيه أكل والأكل هذا يكون مدعم ب الفيتامينز اللي هو ينقصه أو المانورول اللي هو ينقصه يعني مثلا نفترض أن هذا الشخص مثلا عنده عندنا طفل والطفل هذا يعاني من مرض الكساح مرض الكساح هو أن عندنا هو أن عندنا شخص طفل وهذا الطفل بدل ما أن رجوله تكون بشكل معتدل تكون رجوله مقوسة تكون كده مثلا كده مقوسة فعشان دمهور جوله يعني هذا الكساح هذا طبعا عادة يكون سببه أنه نقص في فيتامين دي فأنا أجي أعطيه أكل يصير فيه فيتامين دي عشان يعني أصف لأكلات عشان يعني يحسن من الموضوع عندنا الدايتري أبروش الدايتري أبروش أنا راح أسوي نظام غذائي بس النظام الغذائي يعتمد على الحالة حق الشخص الحالة المادية الاجتماعية وما إلى ذلك يعني مثلا شخص مرة فقير ما يقدر يوفر كل الأشياء كل الأشياء يعني كل الأنواع الأكل فأنا أجي أقول له والله إيش عندك إيش عندك وإيش عندك يلا خلاص تقدر تاخذ من هذا وتقدر تاخذ من هذا ويعني أسوي له نظام يناسب حالته المادية وما إلى ذلك هم راح أنا لما أجي لازم لما أنا أسوي راح أسوي يعني راح أسوي مراقبة وتقييم لوضعي يعني هل أنا اللي أنا حطيتهم يعني التدخلات اللي أنا دخلتهم كان منهم فايدة ولا لا فأنا لما أدخل هذه الأشياء أشوف أنا قبلها كنت حاطة خطة معينة مثل ذاك اللي كان عند عمره عشرين وعنده نقص في ويتامين دي أنا كنت حاطة إنه يستمر على العلاج يستمر على المكاملات القدائية حق ويتامين دي لمدة ثلاثة شهور طيب أنا مرة الثلاثة شهور وهو هو شو اسمه مثلاً أسبوع ياخذ أسبوع ما ياخذ طيب معناها إنه ما تنفذت الخطة نفس ما أنا قلت له فيصر فيش بروبلم يعني في الموضوع ممكن إنه ما يكتمل يعني ما يصر عنده حق ويتامين دي كافي فأنا لازم أتأكد إن الخطة اللي أنا حطيتها تنفذت نفس ما أنا حطيتها هم عندنا ريشت تاركت جروبس إن أكوست إفكنت مانر أنا لازم أتأكد إنه إن الخطة العلاجية اللي أنا حطيتها وصلت للشخص بشكل فعال مثلاً أنا عندنا أدوية طيب الشخص لما يجي يختر عدوة طيب يراح يجربو على الحيوانات يعني تقريباً مو من مثلاً يسوي الدوة هذا يجربو على الحيوانات مدة سنة وبعدين خلاص يلا بروح أجربو على طول على الإنسان لا يظل سبع سنوات يشوف الضبط مع يعني خلاص تأكد إنه مرة زان يعطيه الشخص اللي يعاني من مشكلة وطبعاً يشوف تأثير الشي فهمتو؟ عندنا اللي بعده هو الكلينيكل أسسمنت الكلينيكل أسسمنت هو أني تقييم الحالة الصحية للشخص هو إنتربرشنس أوف ذا إنفرميشنس فروم دايتري لابتوري أنثرو بروماتيك كلينيكل استادي طبعاً أنا أسوي كل هذه الأشياء عشان أقدر أشخص الفرد هل هو يعاني من مشكلة أو لا طب إيش الهدف طيب؟ أنا الحين قلت كده هم في هدف من هداف الكلينيكل أسسمنت هو هو نجي عند اللي بعده نقوله هذا الأسسمنت أوبجيكت الأسسمنت أوبجيكت اللي هو الأهداف حق التقييم الدكتورة قالت حفظوهم بالترتيب عندنا أول هدف اللي هو تحديد البابيوليشنز أدريسيك أوف مولي نوتريشن أنا راح أحدد الأفراد اللي بالمجتمع اللي ممكن يتعرضون أو معرضين للسوء التغذية هذا أول حاجة عن طريق أني راح أسوي لهم فحصات ثاني حاجة راح أحدد الأسباب اللي ممكن تسبب سوء التغذية عند المجتمع ثالث حاجة ثالث حاجة راح أشوف الإفلاليشنز and الإفكنت يعني أنا بشوف تدخلاتي تدخلات تغذوية هل هي نفعت معهم أو لا رابع حاجة أنا لما أدخل تدخلات عندي تغذوية مو أي برنامج راح أتبع لا، كل شخص أتبع البرنامج لناسبة مثلاً لو كانت بريغننت ومن أو أن كانت مرأة عندها طفل توارضية راح أتبع لها برنامج اللي هو اسمه اللي هو حق الومن لا أجب الوصول وكانت تعمل من أجل المجموع ون تدخلات مجموعات ون تبدأ أجل المجموعات اللي هيكون يصور عندنا مجموعتين مجموعة نطبق فيها الحاجة مجموعة نخليها ما نطبق فيها علشان بعدين نقارن بينهم سنتينهم وعندنا ريندوم كنترولينج ترايالز رستيتي اللي هي عادة نطبقها على فران التجارب عندنا الدزاين عندنا فيه كذا نقطة اول نقطة اللي هي نشوف الهدف من الدراسة الهدف من الدراسة هل هو بينفعني ولا لا طبعا احنا نحط فرضيات في الدراسة علشان نشوف افتراضا اني لو سويت كلا ايش بيصير هم اللي بعده اللي هو سيمبلين بيرتوكول هو هم 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 سيمبل سايز اللي هو حجم العينة اللي انا باخدها طبعا انا قبل ما ابدأ الدراسة رح احدد انا كم شخص رح ااخذ مثلا باخد خمسمية باخد الف وما الى ذلك يفضل ان السيمبل سايز حق الدراسة تكون كمية كبيرة علشان تكون النتائج فعالة ويفضل اني ااخذها بشكل عشوائي يعني ما اجي احدد اقول يعني مثلا انا اجي ااخذها من كذا مدرسة اخذ حقين ثانوي مثلا اجي ااخذها من مدرسة الهفوف اجي ااخذها من مدرسة الجابور من مدرسة من كذا يعني مدرسة هنا انا نوعت من مدرسة جواثة يعني كذا شي هنا انا نوعت فصار صارت الدراسة يعني السيمبل اللي انا اخذتها بشكل عشوائي بس لو انا جيت حددت قلت بس من مدرسة جواثة باخذ بنات او باخذ اولاد فصر في شوي يعني صر يعني دراسة شوي يعني مو مرة شاملة هنا طبعا انا قبل ما اني اسوي الدراسة لازم انا ااخذ صلاحية من الناس اللي انا رح اسوي عليهم دراسة هلهم يوافقون ما يوافقون وما الى ذلك هم لازم تكون معلوماتي هم لازم معلوماتي تكون يعني لازم اكون انا واثق من معلوماتي حق الدراسة ولازم اشوف هل انا لما أنا أسوي هذه الدراسة لما أنا أسوي هذه الدراسة هل أنا بطلع بنتيجة مفيدة أو أن دراستي بس كذا خربيض يعني ما منها فائدة ولازم أهتم أن دراستي تكون دقيقة أن كل ما صارت دراستي دقيقة كل ما صارت صحيحة عندنا هنا المؤشرات هو هنا عندنا المؤشرة الأول وعندنا الريفرنس أني أعرف إيش حدوتي اللي هو أعرف إيش النقاط المعينة اللي أمشي عليها والتريجر المستويات اللي أنا ممكن أوصل لها عندنا هنا الأول نقطة اللي هو الكوتب بوينت اللي هو النقاط اللي أحامشي عليها النقاط اللي أنا أوقف عندها رح تعتمد لي على اللو بودي ستوريز اللي هو الضعف الوظيفة اللي كلينيكل ساين ديفينشي اللي بعده اللي بعده عندنا الطريجرس لفل طبعا الطريجرس لفل هو إيش هو عبارة عن الكمية اللي راح تسويلي نقص في النوترنت مثلا نقص في التغذية يعني يصفي ديفينشي عندي مثلا نفترض طبعا أحنا عندنا نعرف أنه عندنا حاجة يصير أبر 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 لفل انتيك عندنا هذا أعلى شيء ممكن أوصل لا طيب في طيب مثلا عندنا الحديد أعلى شيء ممكن توصلينها مياه نشتخذينها في اليوم نشتخذيني عن هذه الكمية طب لو أنا خدت مثلا أقل من المعدل الطبيعي مثلا أنا خدت 40 أقل من المعدل الطبيعي فصار عندي ديفينشي فصار عندي ديفينشي فبالتالي رح أحدد الـ وهم يقولك هنا الـ هو عبارة عن code of points may be combined with the target levels to the sets the levels of index or combinations of index at which the public health problems is that of the specific levels of cursen تمام تمام شوفوا بعض الأحيان في ناس ياخذون أعلى شيء في الـ neutrin أعلى 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 لبعض أنواع نوت مثلا ياخذون مية طيب بعض الناس لو خذوا بيصرون عادي طبيعيا ما بيصرهم شيء في بعضهم لو خذوا نفس ذا بيصر ما عندهم تسمم وصلوا لمرحلة التسمم وبعضهم فهمتوا فهو أساسا يعتمد على الفرد يعني نفسه اللي بعده عندنا الـ اللي هو المجلس المراجعة المؤسسية الـ هذا مثلا عندنا إحنا قبل قبل ما نسوي عملية معينة لو قبل ما نسوي عملية في المستشفى رح يعطونك ورقة هاي الورقة يصير فيها كل المعلومات يعني كل المعلومات اللي تخص العملية يقول لك أن مثلا إذا سويت العملية هذه ممكن يسبب مضاعفات ومن المتبع المضاعفات يصير عندك شغل وما إلى ذلك وقلت أن وقع على الورقة على أساس نسوي رجع العملية يعني زي موافقة فهمت هنا عندنا اللي بعد نيوتريشن كير بروسس اللي هو العناية عمليات العناية التغذوية بتصير تتكون من يعني تقييم الحالة هل هي تحتاج إلى هل هي عندها سوء تغذية أو لا تشخيص دايغنوسيس طبعا أنا من أثوي دايغنوسيس للبيشن لازم أنا ما أجي أشخص أي مريض في الكوكب لا لازم المريض اللي جاني أشخصه على أساس تخصصي أنا كالديوتشن رح أشخصه على مشكلة تغذوية ما أجي أشخصه مثلا هو عنده احتقان في الحلق أجي أشخصه أنا أقول مثلا هو عنده يعني مشكلة في الحلق يقول لك أنا عندي مشكلة عندي شوفي شوفي فيني احتقان في الحلق ولا لا ما أجي أقول له فيكم مدري إيش لا أنا ما ليدخل هذا الدكتور يسوي هذا الشيء الهم يحتوي على التدخلات لما أنا أسوي تدخلات رح أسوي منترين وإيش وهم البابلات وإيش وإيش هنا الدزيز أنفوض نيوترين داتا على الريب هنا يقول لك أن في الفترة الأخيرة يقول لك أن نيوتريشن ريسيرج has a foxes on the chronic disease associated with the energy and a new trend اللي هو الديابيتس ملايتس الهارد ديزيز الكانسر الأستوبروسس الهيبرتنشن الأوبستي مثلا عندنا الأستوبروسس مثلا هو بسببه أنه كان عنده نقص في فيتامين ديم فنحاول نحلل الموضوع اللي مثلا الأوبستي بسبب أنه مثلا كثر من الأكل وكثر من الدهون ومن هالأشياء فنحاول نحلل الموضوع اللي بعده هنا قولت أنه البيبول ستعلم عن النحاول كما يتعلم التلفزي وقرأ النحاول وقرأ النحاول على الموضوع وقرأ مع أحد وقرأ الانترنت بشكل عام الناس يتعلمون بشكل يومي عن التغذية عن طريق أنهم يشوفون تلفزيون يقرأ الصحف يشوفون جوالاتهم يشوفون جوالاتهم يبحثهم بالنات يصلفون مع صديقهم ما إلى ذلك المعلومات أصلاً الشخص يسمعها يعني في المجتمع فهمتوا هم هنا يقولك الانترنت أخرى هم هنا يقولك على الرغم من أن النت يوفر لمعلومات عن أي شي أنا أبحث عن يوفر لمعلومات عن بس المعلومات اللي يوفرها مو كاملة مش كاملة وهم بعض الحال تكون مش دقيقة فأنا لو أنا ببحث ببحث في أماكن موثوقة and it should have the high awareness of how that influence the development of the disease أننا لازم أساسا نسوي توعية لكل الناس لكل الناس about the disease وإيش الأسباب حق وكيف نسوي نفسنا من الأمراض هذه هنا قلت هنا قلت whether the media is electric print or video consumer should be aware whether the person behind the information is the call fed to the speak of on their nutrition يلي بين قوسين لازم الشخص اللي أنت بتخطيب منه المعلومات أو أنه الشخص اللي بيتكلم عن معلومات التغذية يكون شخص مؤهل يعني كيف مؤهل يعني يكون تخصصة أساسا متعلقة بالتغذية يعني ما يجي تفلسف من نفسه وهو مؤهل تخصص التغذية يجي قولت معلومات عن التغذية وهو ما لا شخص يعني مثلا عندي أنا عندي أنا مدرس طيب هو مدرس يعني ما لا علاقة بتخصص التغذية أجي أخذ منه معلومات ليش لا أروح عند الأشخاص اللي هم مهتمين بهالمجال هم لو تكلموا أنا أدري أن هذا الشخص دارس فبيقول لي معلومات صح هنا يقول لك نقطة اللي بعدها يقول لك هنا في ناس يقولون أوكي إحنا ما رح ناخذ من أي شخص بس إحنا رح نجي ناخذ من الناس اللي يكونوا في المجال الصحي طيب اللي يكونوا في المجال الصحي مو كلهم مو كلهم تخصصهم مو كلهم تخصصهم تغذية في اللي يكون دكتور في اللي يكون دكتور في اللي يكون نيرس في اللي يكون صيدة لاني في اللي يكون أخصصية تغذية والدكاترا مو كلهم بعد يمديهم لتفلسفان لا في دكتور عين في دكتور جراحة في دكتور باطنية ما إلى ذلك فمثلا أنا أجي آخذ الدكتور هذا الدكتور مثلا عيون وأجي أقول لا لو سمحت أنا أنا لاحظت أن وزني ينقص ثلاثة كيلو ثلاثة كيلو بسبوع شو الحل شنو أسوي شنو أجا طب حنوه ما رح يعطيك معلومات صحيحة لأنه أساسا تخصص عيون فاشدخلوا بالتغذية فمو أي شخص في التخصصات الصحية يعرف كل المعلومات عن كل التخصصات فإحنا لازم نأخذ معلومات من الأشخاص اللي هذا تخصصك خلاص أخذين معلومات من مثلا هو تخصصوا عيون رح تخذين المعلومات مثلا عندش مشكلة في العيون رح تخذينها من تخصصوا تغذية وإنتي عندك نقص في التغذية رح تروح عنده ويقولت أن أمريكا سوى تثقية سوى برامج عشان تثقف عشان تثقف التخصصات الصحية تثقف يعني تثقف عن التغذية بحيث أن يصير عندهم معلومات خلفية عنها نجي عند اللي بعد اللي هو الانتفان دفلد انفرميشن هو أنا رح أحدد المعلومة هل هي صح أو لا طيب أنا كيف رح أحدد عن طريق فايندين فايندين من من تثقف موثوق المهم أني أنا رح لما أجي أحدد المعلومة إذا هي صح ولا لا رح أرجع لمصادر موثوقة تخص المعلومات الصحية ما أجي أخذها من أي مكان طيب بعد ما أني أتأكد من المعلومات رح أمر بمراحل علشان أنشرها طبعاً عندنا المصادر الموثوقة اللي بأخذ منها المعلومات التقذية هي مثلاً عندنا مثلاً الجوفرمنت عندنا وزارة الزراحة إدارة القداء والدواء عندنا حقين جمعيات السرطان الأمريكية عندنا حق أخصائي التقذية في كندا وما إلى ذلك هنا يقولت أنا في عندنا معلومات تكون مضللة عندنا معلومات تكون منطقياً أنها رح ينفعنا عندنا معلومات تكون منطقياً أنها رح ينفعنا رح ينفعنا يعني هذا الشيء لو سويناه رح ينفعنا منطقياً بس ما في شيء يثبت يعني ما في دراسة تثبت الموضوع أو يكون أو إذا أنا مثلاً أبغيت يعني مثلاً عندنا الحلبة طيب الحلبة منطقياً نحن نعرف أن الحلبة تقوي العظام طيب أنا ما أجزم أجزم أن الحلبة تقوي العظام يعني إلا لما أسوي دراسات تثبت الموضوع طيب عندنا التمر طيب عندنا شيء ثاني اللي هو التمر التمر نحن نعرف أنه مفيد للمرأة اللي بتولد لأنه يحتوي على فيتومين إي فيتومين إي اللي بيساعد على تخفيف الألام طيب إيش الدليل على ذلك نحن نعرف أنه عندنا كيف نحن نثبت هذا طبعاً إحنا عندنا الدليل قوي من القرآن أن التمر مفيد مرة للحام اللي بتولد يعني فهذا يعني كيف يدليل بدلو